في اعماق المحيطات حيث الظلام الدامس والاسرار الدفينة هناك يعيش كائن مذهل يتحدى كل قوانين الطبيعة ويثير الفضول باستثنائيته وعجائب خلقه. خلقه الله فابدع خلقه وتصويره وصفاته وتكوينه. اناثه تبدأ باكل نفسها بعد التزاوج لتموت فور ان يفقس بيضوها. وذكوره تموت حزنا على موت زوجاتها. يقطع اذرعه لتكون فخا لاعدائه. ويبني اذرعا جديدا. يغير لونه حتى لا تفرق بينه وبين الصخر او الماء. الاخطبوط. سيد التمويه والمراوغة. والكيان الغامض الذي يبدو وكأنه هرب من عالم الاساطير ليعيش بيننا. كائن عجيب متفرد. يأسر العقول والقلوب. لون دمه. قلوبه وعقوله المتعددة. اذرعه المتجددة. اليتيم. وارث الارض. العابث المتلاعب. لدينا الكثير يتكلم فيه عن كائن يعتبر من اعظم معجزات الخالق. كائن تراه بعض الثقافات رمزا للذكاء والغموض. والكائن الذي سيرث الارض بعد الانقراض الاخير. تعالوا نغصوا معا في عالم الاخطبوط. لنتعرف على عجائبه وخصائصه الفريدة التي تلامس حدود الخيال. الاخطبوط معلمنا. الاخطبوط احد اكثر الكائنات البحرية روعة واثارة للدهشة. يجسد بخلقه وخلوقه المدهش. لغزا حير العلماء ومحبي الحياة البحرية لسنوات طويلة. حتى افردت له نتفليكس فيلما وثائقيا مطولا بعنوان استاذ الاخطبوط. كشفت فيه اسرار هذا الكائن الغامض المدهش بقدراته التي تقترب من الخيال. في المحيطات والبحار حول العالم تنتشر الاخطبوطات في المناطق الاستوائية الدافئة وفي البحار القطبية الباردة. لكن ان ترك الامر له فهو يفضل العيش في البيئات الصخرية وبين الشعاب المرجانية. حيث توفر له المخابئة المثالية التي يتفادى من خلالها المفترسات ويخفي فيها صيده الثميم. لكن لا يقتصر وجود الاخطبوط على المياه الضحلة. اذ يمكن العثور على انواع تعيش في اعماق تصل الى اربعة الاف متر تحت سطح البحر. في اماكن مظلمة ومتجمدة. حيث يبدو ان لا يوجد ما يمكن ان يعيش. الا ان الاخطبوط يجد هناك بيئته التي تتحدى كل المعايير التقليدية للبقاء. تعد غابات الاعشاب البحرية والشعاب المرجانية من اشهر البيئات التي يستوطنها الاخطبوط. اذ توفر له ملجأا طبيعيا وقدرة فائقة على التمويه بين النباتات الصخرية والكائنات البحرية الاخرى. بيئته هذه تشكل مسرحا مثاليا له. لاستعراض مهاراته في الصيد والهروب. وبذكر مهاراته. فلا بد ان نتعمق. واذا اردنا الحديث عن ابرزها. فهي التمويه والذكاء. فالاخطبوط يعرف بقدرته الاستثنائية على التمويه. وهو سيد هذه المهارة بلا منازع. بفضل خلاياه الجلدية المتغيرة المعروفة باسم الكروماتوفورات. فالاخطبوط يستطيع تغيير لون جلده وملمسه ليتلاءم مع محيطه في جزء من الثانية. هذه الموهبة لا تستخدم فقط للهروب من الاعداء بل ايضا للتواصل والاغوة. فاذا اراد الاخطبوط التخفي فيمكنه ان يتحول الى جزء من الصخور اوقاع البحر بالوان واشكال مذهلة تجعل من الصعب تمييزه ولا تتوقف قدرته عند التمويه. فهو يمتلك ذكاء فريدا يميزه عن اغلب الكائنات البحرية. حيث تشير الدراسات الى ان الاخطبوط قادر على حل المشكلات المعقدة. مثل فتح الاوعية للوصول الى طعامه وحل الالغاز الصعب. بل واستخدام الادوات مثل قشور جوز الهند لبناء ملجأ لا. هذه القدرات العقلية تشير الى مستوى متقدم من الوعي والقدرة على التعلم من التجارب. وهو ما يجعلنا نفكر في الاخطبوط ككائن ذكي بشكل مدهش مشابه للبشر في سعيه للبقاء والابتكار. وهنا لابد من التعمق في غرائز البقاء عند هذا الكائن العجيب. فمهاراته لا تقتصر على التمويه والذكاء فقط. بل تشمل اساليب الدفاع المذهلة التي يستخدمها لحماية نفسه من المخاطر. ابرز هذه الاساليب قدرة الاخطبوط على اطلاق سائل داكن يشبه الحبر عندما يتعرض للتهديد. هذا الحبر لا يحجب الرؤية فقط بل يحوي على مواد كيموية تقلل من قدرة المفترس على الشم. ما يمنح الاخطبوط الوقت الكافية للفرار. اضافة الى ذلك يمتلك الاخطبوط القدرة الفريدة على التضحية باحد اذرعه للهروب من المواقف الخطرة. ليس ذلك فقط بل ان ذراع التي قطعها تستطيع الاستمرار بالحركة بشكل غريب. فيشتت بذلك انتباه مفترسه. ويجده فرصة للهروب. الغريب في الامر هو قدرة الاخطبوط على تجديد اذرعه المفقودة في عملية مذهلة من اعادة بناء الانسجة. مما يحكس قوة تكيفه مع الظروف المحيطة وقدرته على التعافي. ربما هذه القدرة وهذا التفرد من صفتين رئيستين تميز الاخطبوط. فقد خلق الله تعالى للاخطبوط ثلاثة قلوب. اثنين منهما يستخدمهما الاخطبوط لنقل الدم الى موراء خياشيم الحيوان. والقلب الثالث يحافظ على تدفق الدم للاعضاء الباقية. وعندما يسبح الاخطبوط يتوقف قلب واحد عن النبض. وهو سبب الرئيس لتفضيل هذه المخلوقات للزحف بدلا من السباحة. يمتلك الاخطبوط ايضا تسعة ادمغة. عقل رئيس يشبه الكعكة. مسؤول عن جميع عمليات التحليل وصنع القرار. وثمانية عقول اخرى مساعدة. يوجد كل واحد منهما في قاعدة كل ذراع. وتعمل كمعالجات مسبقة لجميع المعلومات التي حصلت عليها تلك الذراع. وتوجد ثلثة الخلايا العصبية للاخطبوط بين ذراعي. الكائن اليتيم. محكوم على الاخطبوطات ان تكبر يتيمة دائما. فتزاوج انثى الاخطبوط يعني بداية رحلتها نحو الموت. ففور وضعها لبيوضها تتوقف عن الاكل وتبدأ بتشويه نفسها. تمزق جلدها. وكأنها تأكل نفسها قضمة قضمة. وما ان يخرج الاخطبوط الصغير من بيضته. حتى تموت امه. ليس الام فقط. بل الاب ايضا يموت بعد فترة. وهذه الحياة لطالما فتنت الباحثين. حتى انهم شكوا عام الف وتسعمائة واربعة واربعين في ان تزاوج الاخطبوط يفاعل فيه بطريقة ما زر التدمير الجزئي الذاتي. وعاشت هذه الفرضية اكثر من ثمانين عاما. بدأت بعدها بالتوضح شيئا فشيئا. حيث اكتشف الباحثون ان عملية التزاوج بين كائنات الاخطبوط تغير العديد من المسارات البيو كيميائية الحساسة. القائمة على الكوليسترول في هرمونات اناث الاخطبوط. كان ذلك خلال بحث انقادته عالمة البيولوجيا الجزئية في جامعة شيكاغو زي يان وانج. ربط فيه العلماء بين اضطرابات الكوليسترول ونتائجها. فمن المعروف علميا ان بعض سلائف الكوليسترول تصبح سامة اذا ارتفعت مستوياتها عند البشر. وقد تسبب بعض الاضطرابات الجينية التي تزيد من استقلاب الكوليسترول فرص حدوث مشكلات سلوكية وتطورية. تشمل سلوكيات ايذاء النفس المتكررة والاضطرابات التغذية. وقد تكون الحالات الشديدة منها مهددة للحياة. هذه الاعراض ربط العلماء بينها وبين ما يصيب اناث الاخطبوط في ايامها الاخيرة. ما يشير الى اهمية هذا الاكتشاف. لفت انتباه العلماء عضو صغير يمتلكه الاخطبوط. وهو الغدة البصرية التي اكتشف الباحثون ان لها دورا في الموت المبرمج للاخطبوط. حيث تشبه الية عمل هذا العضو الغدة النخامية لدى البشر. وتقع بين عيني الاخطبوط. ترتبط بالتطور الجنسي والتقدم في العمر عند رأسيات الارجل. وقد تأكدت تلك الفكرة بعد ان استطاعت انثى الاخطبوط العيش فترات اطول عقب استئصال هذا العضو منها. يقول علم الاعصاب كليفتون راكزديل من جامعة شيكاغو. من المثير للدهشة ان الاخطبوط يمر بسلسلة من التغيرات فتبدو كأنها جمنات تماما قبل موتها. توجد على الاقل ثلاثة مسارات مستقلة لهيرمونات السيترويدات التي ربما تفسر تعدد التأثيرات التي تظهرها هذه الحيوانات. اجتمع عصي على الفهم. من المعروف بان الاخطبوط كائن منعزل. الا ان هناك حالات تظهر تفاعلاته الاجتماعية المعقدة. حيث اظهرت الدراسات ان بعض انواع الاخطبوط تمتلك القدرة على التعرف على البشر الذين يتعاملون معها بانتظام. بل والتمييز بينهم. هذه الصفة الى جانب سلوكيات مثل اللعب والفضول وحل الالغاز. تجعل من الاخطبوط كائنا ذا طابع اجتماعي يتحدى المفاهم التقليدية عن سلوكيات الحيوانات البحرية. ويقترب من الحالة الذهنية للبشر. فالاخطبوط قادر على اظهار ردود فعل عاطفية وسلوكية معقدة. مثل استخدام ذراعيه للتفاعل مع البيئة المحيطة. والقيام بتصرفات توحي بالتفكير والتخطيط المسبق. مثل هذه الخصائص تظهر تقاربا ملحوظا مع السلوك البشري. مما يدفع الباحثين للتساؤل عن مدى تطور الذكاء في مملكة الحيوانات. وكيفية تشكل الوعي لدى الكائنات البحرية. وارث الارض. من سيرث حكم الارض اذا انقرضت البشرية. سؤال لطالما رود علماء الاحياء. وكان الاعتقاد السائد لفترة طويلة بان الصراصير قد تكون الاكثر قدرة على البقاء. بيد ان عالما بريطانيا رائدا في مجال الحيوانات والاحياء طرح فرضية مفاجئة عن الكائن الذي سيحكم العالم على كوكب الارض في حال انقراض البشرية. ووفق ما اوردته جريدة ذاسا البريطانية. توصل البرافيسور تيم كالسون من جامعة اكسفورد. الى القول ان هناك وحشا بحريا معينا يرجح ان يحكم الارض اذا انقرضت البشرية. اذ يمتلك الخصائص المناسبة للسيطرة على العالم بعد البشر. وهو نوع غير متوقع. قد يغير مفاهيمنا حول التطور والذكاء. وهذا المخلوق بحسب البرافيسور كالسون هو الاخطبوط. حيث برر رأيه هذا بان براعة الاخطبوط وذكائه يجعلانه المرشح الاقوى للتطور لبناء الحضارة. واكد البروفيسور كالسون لصحيفة ذيوروبيان ان قدرة الاخطبوط على حل المشكلات المعقدة وقدرته على التواصل مع افراد نوعه عبر التغيرات اللونية. تجعل منه مرشحا مثاليا ليكون عقل البحر. والمرشح الابرز للسيطرة والهيمنة التامة على الكوكب بعد الانقراض الاخير. لكن يؤكد البروفيسور ان هذه النظرية ليست مؤكدة بعد وتبقى في اطار التكهنات حاليا. الاخطبوط هذا الكائن المذهل يجمع بين المهارات البيولوجية الفريدة والقدرات العقلية المذهشة تمويه لا مثل له وذكاء خارق. استراتيجيات دفاعية معقدة. وتفاعلات اجتماعية مفاجئة. كل ذلك يجعله الكائن الذي يجسد احد اعظم اسرار المحيطات. هذا الكائن الفريد هو شهادة حية على التنوع الرائع لعالم البحار. والمثال الابرز على تعقيد الحياة التي تتجاوز تصوراتنا التقليدية. وتدعونا الى المزيد من التأمر والبحث. وقد كتب الفيلسوف والقائد الروماني بليني الاكبر عام سبعةٍ وسبعين للميلاد عن الاخطبوط. لا يوجد حيوانٌ اكثر وحشيةً من الاخطبوط في التسبب بموت الانسان في الماء لانه يصارعه من خلال الاتفاف حوله ويبتلعه بماصاته ويسحبه ارباً ممزقة.